موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى الحوار الاقتصادي الأسبوعي من الميادين حقل الإفتان الإسرائيلي للغاز المسيل بات بأياد أسترالية منافسة روسية من شركة غاسبروم لم تؤدي إلى نتيجة 30% من استثمار الحقل حصلت عليه الشركة الأسترالية مع الحق في التنقيب ما بين روسيا وأستراليا اختارت إسرائيل الأخيرة بين حسابات الاقتصاد والاستراتيجيا ذهبت إسرائيل نحو الاستثمار الأفضل ليست خبرة ووتسايد في مجال تسييل الغاز الطبيعي هي وحدها التي جذبت إسرائيل لإبرام صفقة الاستثمار بين الاقتصادي والسياسة والاستراتيجيا والحسابات الاقتصادية والعوامل الجغرافية تجتمع عوامل كثيرة لكن الدول لا تنفذ سوى مصالحها للإضاءة على هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير نفطية دكتور ربيعي أهلا بك دكتور دكتور ما هو حق الافتان الإسرائيلي بماذا يتميز من إنتاج أو غيره هذا الحق الذي تم الإعلان عن اكتشافه بالعام 2010 من قبل شركة نوبل إينارجي مع الكارتل الإسرائيلي المكون من ثلاث شركات تقدر قيمة الأحطيات في هذا الحق الذي يعتبر أكبر اكتشاف خلال العشر سنوات الماضية في العالم 16 تريليون قدم مكعب هذا الحق الذي بهكذا نوع من الاحتياط في سالة اللعاب عند كبريات الشركات التي تتعاطى شأن الغاز تنقيبا واستخراجا وتجميعا وتسييلا ونقلا وتسويقا وكان على رأسه من كبريات شركات الغاز في العالم جاز بروم فهذا الحق الذي يعتبر رافدا سيكون في المستقبل غير بعيد لأنه يتوقع أن تتم الانتهاء من تطويره بالعام 2016 أي الانتاج التجاري سوف يبدأ فعليا بال2016 ولهذا التطوير يجب أن يكون هناك استثمارات فنوبل إينارجي والشركات الإسرائيلية الأخرى ارتأت أن تبيع حصة من النسبة المئوية التي تمتلكها في هذا الحق وابتدأت المفاوضات للمعلومية مع شركة جاز بروم من أواخر عام 2011 وكانت جاز بروم تحاول أن تأخذ حصة لقاء عروض جدا مغرية ومن بقدر اختصرها بخيارين الخيار الأول كان لجاز بروم أنها تستطيع أن تستسمر ما يقارب 8 بليون دولار في هذا الحقل لقاء حصة 30% حصة شراكة يعني تمتلك من الاستثمار ما يقارب 30% وأو أن تبني معامل تسييل للغاز الطبيعي لهذا الحقل بالذات يعني عم نتكلم على ليفيا ثان في أي مكان يتم الاتفاق عليه يعني في إسرائيل أو في قبرص على أن ينتم تسييله ومن ثم نقله بواسطة البواخر وهي استراتيجية أساسية عن جاز بروم ولكن حاليا إذا بدنا حسب ما فهمنا كليتنا وعرفنا أنه خلال الأسابيع الماضية تم الاتفاق مع شركة هذا ما كنت سوف أسألك عنه دكتور يعني أمام هذه الامتيازات التي قدمت لكاس بروم أو التي حصلت عليها من هذا الحقل بين أستراليا وروسيا يعني لماذا اختارت أو ذهبت إسرائيل نحو اختيار إسرائيل هل لهدف تقني أم هناك برأيك أهدف سياسية أهدف تجارية أهدف جيوسياسية الهدف المعلن الأساس من قبل الإسرائيليين أنه شركة وودسايد بيتروليوم الأسترالية تمتلك خبرة طويلة في عمليات التسويق والتوزيع للغاز السائل أو الغاز الطبيعي نيتشيرالجاز أو الانجي وهذا ما يعطيها ميزة تفوقية على جاز بروم التي لا تتعاطى يعني ليس لها تاريخ في عمليات التسويق هي تنفذ اتفاقيات بين دولة ودولة من المصدر إلى المستهلك مباشرة بواسطة الناقلات أو الأنابيب فهذه ميزة معلنة يعني معلنة للاستهلاك ولكن السبب الحقيقي هو سبب استراتيجي وجيوسياسي لأن إسرائيل منذ العام 2010 ولغاية اليوم وستستمر تحاول بناء نوع من الحلف الاستراتيجي يفتح لها أبواب الاتحاد الأوروبي وأسواقه وهي تحديدا عبر قبرص واليونان فهناك يعني حائص يعني يصل التعاون استراتيجي إلى الأمور العسكرية والبحرية وفي وجه التعاون استراتيجي بخصوص أنابيب نقل الغاز والنفط القائمة بين تركيا وروسيا فهذا يعني خلينا نقول هالجبهة التي حاولت إسرائيل ونجحت لحد ما بخلقها وهي أن تكسر الاحتكار الروسي لسوق الغاز في دول الاتحاد الأوروبي لأن الغاز الروسي يشكل نسبة 40% من استهلاق من إنتاج الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لقائمة على الغاز تحديدا دكتور عفوا بس كسر هذا الاحتكار هو بواسطة استخدام أي شركة أخرى غير جاز بروم اللي هي رأم واحد يعني عالميا فكان الاختيار على أستراليا بضوء أخضر أوروبي وأمريكي كيف تقرأ توقيت الإعلان عن هذا الاتفاق يعني جاء هو عقب الزيارة التي قام فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا ولقائه رجب طيب أردوغان هل هناك من إشارات أو أهداف لا شك لا شك هناك رابط رابط يعني بنرجع بنقول جيوسياسي أنه هي رسالة التقارب التجاري والصناعي والاستثماري ما بين تركيا وروسيا الرد عليه كان هو هذا النوع من البيع الاستثماري من 30% من الغاز أو من الاستثمار الغاز في حقل ليبيا ثان لشركة أسترالية تبعد ألوف وألوف الأميال عن المنطقة وليس لها أي سوق تجاري لا في أوروبا ولا في البحر المتوسط ولا في أفريقيا حتى فهو عبارة عن رد مقصود وبنفس الوقت رسالة تعلن كسر الاحتكار الروسي لتزويد أوروبا بالغاز دكتور موسكو شعرت بخيبة أمل وكبيرة مما لا شك فيه لم تنفع إغراءات برأيك موسكو السياسية أو العسكرية بحماية هذه المنشأة من هجمات محتملة ضدها تعرف أن إسرائيل تعيش في محيط يحيط بها أعداء كثر ألم تلعب موسكو دورا بإغراء الإسرائيليين أنها سوف تؤمن هذا الغطاء لهذا الحقل النفطي الذي أنت اعتبرته في بداية حديثك أنه أهم اكتشاف في علامنا الحديث خلينا نكون واقيين أنه إسرائيل تعتمد على ذاتها في الحماية بدعم خفي من القوى الكبرى وعراسها أمريكا كان بالمواضيع العسكرية برا وحاليا عم بتطور أسطولها البحري وخاصة وحدات خاصة لحماية المنشآت البحرية وعم تصرف عليها بلايين الدولارات كذلك الاتفاق الاستراتيجي العسكري مع اليونان يصب بهذا الإطار فعملية الدعم الروسي أو الحماية الروسية للمنشآت هي يعني خلينا نقول بالنسبة لإسرائيل مزحة لا يمكن القبول بها لم تؤثر على سير ونفور إسرائيل اعتمادها على التاريخي ومعروفة على الولايات المتحدة الأمريكية وما تنسى أن المكتشف الأساسي لهذه العقول هي شركة نوبل اليهودية الأمريكية ولهذا الشركة كذلك مصالح لا تستطيع أن تتعامل مع شركة مثل جازي بروم شركة عملاقة لها خبرتها في أوروبا وفي أسواق حتى يعني جازي بروم تعمل في أفريقيا وفي آسيا وفي دول الاتحاد الأوروبي ناهيك عن روسيا نفسها فباعتقد نوبل إينارجي تفضل أن تتعامل مع الأنجلوساكسون أكثر من أي شركة أخرى دكتور يعني فيما تطور ووتسايد محطة غاز طبيعي مسيل عائمة من أجل عملياتها في أستراليا يطبقى تجربتها في إسرائيل جديدة برأيك هل بإمكانها ووتسايد أن تنجح في هذا الاستثمار؟ يعني أن تحقق المرجو منه؟ برأيي الشخصي أن ووتسايد بيتروليوم تتعاطى مع تقنية جدا متقدمة وهي إقامة المنصات العائمة أو البواخر المتنقلة لتسهيل الغاز يعني بدون إقامة منشآت سابتة على البر أو بالأرض فهذه التكنولوجيا التي مارستها وعندها خبرة فيها في المياه الأسترالية تستطيع التقنيات تطبيقها في أي مكان بالعالم إنما الجديد بالنسبة لشركة ووتسايد هي أنه لم تتعاطب مع أي أسواق عالمية خارج أستراليا هذه التجربة الأولى فهي راح تكون السوق المفترض لغاز ليبيا ثان هو دول الاتحاد الأوروبي هذا السوق الطبيعي المفترض لماذا التركيز على المحطات العائمة المحطات العائمة هي سهلة التنقل يمكن نقلها إذا الحقل حصل في ضمور أو نضوب معين هل هذا مرتبط بحصول حرب ممكن نقلها إلى مكان آخر فتكون هي صح مكلفة ولكن كلفة نقلها تكون أفضل بكثير وأقل بكثير عن المحطات السابتة مشاهدين الكرام إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة التي خصصت للإضاءة على حقل الإفثان الإسرائيلي والاستثمار الذي حصل من قبل شركة ويتسايد الإسرائيلية فيه شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء